سهلاً خير وأهلاً وسهلاً بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع حضراتكم تحياتي لجماهير النادي الأهلي اللي بتابع حلقة النهاردة في أسبوع أقل ما يقال عنه إنه أسبوع في منتهى الأهمية يمكن في نهاية الأسبوع ده وتحديداً يوم الجمعة اللي جاية يبدأ مشوار النادي الأهلي الإفريقي في بطولة الأفريكان ليج أو الدوري الإفريقي بمسمها الجديد طبعاً في مواجهة سيمبا التنزيني وتقدر تقول كده إنه المرحلة اللي جاية هي مرحلة التحديات الحقيقية للنادي الأهلي والاختبار الحقيقي لقوة مارسل كولر وسكواد النادي الأهلي في الموسم الحالي يعني الكلام ده إنه الموسم ما ابتداش ابتدى بس تقدر تقول إنه كل اللي فات في حتة واللي جاي في حتة تانية خالص أو تقدر تقول إنه الفات ده مجرد صحيح كان فيه ماتشاط رسمية ولعبنا ماتشاط قوية مع أمبي في قبل نهاية كاس ومع الإسماعيلي والمصري في الدوري ومع سان جورج في بداية مشوارنا في دوري الأبطال لكن بداية من الجمعة اللي جاية من يوم عشرين أكتوبر وصولا إن شاء الله لحد عشر نوفمبر نتمنى إن شاء الله الأهلي يكون موجود فيها مباراة نهائي لأفريكا ليج هتكون منافسات مختلفة تماما من حيث قوة المنافسة من حيث صعوبة المرحلة في الواحد وعشرين يوم دول إن شاء الله الأهلي بإذن الله قادر يعني إذا قدر لنا إن إحنا نلعب ست ماتشاط ده معناه إن إحنا نوصل لنهاء البطولة وفي الحالة دي هتقابل كل الفرق القوية في أفريقيا في السنوات الأخيرة التمانية اللي بيشاركوا هم التمانية الكبار بحكم نتائجهم بحكم تصنفهم في بطولات أفريقيا وبحكم الحقيقة زورهم بمستويات قوية جدا في كل النسخ اللي شفناها من بطولة دوري الأبطال زود عليها الدوافع الكل بيطمح في تحقيق النسخة الأولى من السوبر ليج أو الأفريكان ليج والكل طامع طبعا في الجوائز الملائي يمكن يمكن الجوائز طبعا قيمتها قلت من زي ما كان معلن عنها في بدايات الإعلان عن البطولة لكن في النهاية في 21 يوم تعتبر الجايزة الأجبر الجران بري زي ما بيسموها على مستوى قارة أفريقيا وبالتالي الكل عنده طموح في تحقيق اللقب الأول وتحقيق الجايزة جايزة المركز الأول على كل الأحوال الأسبوع ده هنتابع بداية من بكرة إن شاء الله السعادة الأهلي وتحضيراته نرجع مرة تانية للمران الأهلي اللي بيغيب عنه تقريبا 15 أو 16 لعيب سواء اللي موجودين مع منتخباتهم منتخب مصر الأول منتخب مصر الأولمبي منتخب تونس منتخب مالي أو طبعا بدعي الإصابة والمراحل الأخيرة من البرامج التأهيلية المحطوطة العدد من اللاعبين فانت بتتكلم على إنه بكرة الأهلي من غير نص الفريق هيبدأ استعداداته لمباراة سينبا التنزاني وعلى مدار الأسبوع هنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أخبارنا والسعداداتنا ترجمة نانسي قنقر